مرحب بالكباتن الكبار نجمة مصر ونادي الزمالي كابتن متحط عبدالهادي يا مسائل أنوار مسائل أنوار كابتن أهل الوسائل يا ربي خليك كابتن مصر والنادي الأهل الكابتن شريف عفضيل يا مسائل أنوار مسائل أنوار عليك يا كابتن متحط أهل الوسائل طبعا شفتوا باتش ريال مدريد وبروسيا دوتمون طبعا أكيد موضوع تاني موضوع تاني كنا متواقعين كلنا ريال مدريد انا كنت حاطت بروسيا لا والله حاطتها مش اللي هو كمنافس كاور للريال الريال طبعا خبرات البطولة دي باسمه انا بعتبر ان الريال البطولة دي باسمه بس بروسيا كابتل المتحة عنده ميزة ولاحظناه في الماتشات اللي فاتت بتاعته كلها لقد تم موصل للفاينال اول 45 ديئة بيعملهم اقوى 45 ديئة عملهم يكسب 3 اربعة النهاردة بوسيا كابتل الماتشات على طول بتاعته اشريف في ملعبه اول 45 ديئة نفس السيناريو بتاع النهاردة والنهاردة كنت حتى كنت قاعد مع حدي من زمل اللاعب كورة برضو بكالا قولت بروسيا لو مجابش جون في الشوت الاولان هيخسر الشوت التاني وقد كان وده السيناريو اللي قم بيحصل معا لكن انت كنت متوقع الريال طبعا لا الريال انا الريالي من زمان دي حاجة بالمناسبة انا كنت انا ومحمد فضل ومحمود كهربا يعني من اتفرج على المباراة فبنتكلم قالوا البروسيا عمالي ضيع جواني طوله معادي الريال هيجي الشوت التاني هيجيب الاولان في اخر شوت التاني والتاني هيجيبه في اخر شوت التاني طب الارضة هو لعب كورتوى برغم من اللونين هو اللي وصله كحارس مرمى لعب كورتوى ولونين اللي عمله كل حاجة يعني صحيح طب سيناريو بقى طب كورور ما عملش كده ليه ولاعبش انهوي برغم من اللي وصله شو بيه بس الحارس الاحتياطي يا كابتن اللي كان بيلعب عنده تعبان أصلا على فكرة والله اه هو اللي كان هيلعب اه والله دي معلومة يعني لا لا اكيد هو مصاب أو تعبان وهو اللي كان هيلعب بس هو طبعا اتصابه وتعب فعشان كده تركوها للعب اه هو قاله فعلا لونين ما كانش جاهز اه قاله كده فعلا يعني كنا بنتكلف في كاسل طبعا الشناوي حارس عظيم وكل حاجة بس جينا في وقتها يا كابتن متحد خلاص ان النهاردة متحد عبدالهادي ستانديج اساسي 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 وحصل الظروف ودخل شريف لعب شريف حطي رجله بقى كويس ما كان متحد خلاص يشتغل متحد تما تجيله الفرصة تاني ده ده ما يقللش من اي حد طبعا وده السيناريو يا كابتن يعني وده اللي بنقوله اللي عيبة على طول اه لان انا عشتها يعني في الجيل بتاعها يا كابتن متحد اشتاعة كنت ممكن ابقى احتياطي وانزل عوثام حسن كابتن بقى احتياطي وبينزل حازم ماما احتياطي وبينزل وفي الاعلى نفس الموضوع افتر كاب احتياطي وبينزل بركات في انترى كابتن النهاردة السيناريو النهاردة يا كابتن الحديد بتتكلم عليه بص النهاردة التنغيرات اشيرت بتاع تريق المدريب صحيح بص مين اللي بينزل يا كابتن في اخر خمس دقايق الوقت بضايع اه بالزبط لا وبعدين كروس العمل عمقال جباري يقولك اعتزل انا خلاص لا ده يا كابتن بص يا كابتن الصفاحة بيقولك ايه انا معودش احتياطي تاني خلاص مش هقدر عود احتياطي فانا اعتزل يبقى انا توكتب بست بطولات قرية كبيرة زي فريق ريال مدريد وانتهي واعتزل الكرة خلاص بص العقلية الالمانية هي دي الفكرة بص بص الناس دي المنتالي بتاعتهم فيها بص بيفكر ازاي بيروحش نادي الصغية لا لا خلاص هو في الحتة دي اهو انا كده تمام انتهيت بطولة كبيرة مع نادي كبير وانا اساسي معدي استعداد افضل مع ان الريال مدريد عايز يجدد له طبعا ومدرج هتجدد له سنة تقريبا بنسبة كبيرة ده مدرج مش يمشي ده مش يمشي ده كريزة بتاعتنا لاحب الفترة هو عنده وقت بيعمل شغل اه طبعا طبعا فبص يا جابتن العقلية بتاعت توني كروس الالمانية بالذات ثقافتهم وتفكيرهم غير اللعيب ده على فكرة جابتن طول عمره معهوش ايجنت هو وكي نفسه اه توني كروس طول عمره كده اه هو دايما اللي بيعمل اي كنتراكت جديد اي عقد اي حاجة هو اللي شغال مع نفسه راجل قريدي عقليته اه المانية معلش يا جابتن بات بس ارجع للكسة اللي حديم تتكلم في حالية بتاعت كورتوها القرار بتاع المدير الفني نعم بتاع انشيل لطي اني بصرف النظر ان الحارس اللي هو صعده تعبان او موجود دي معلومة مش عندك القرار يتخذ ازاي بالجراءة ديت في نهاية اوروبا يبقى انت عارف ان الراجل دوت ثقة وانت عندك ثقة فيه قوية جدا في نهاية طبعا والثقة دي بانت ربعين دي اشوت الاولان في الفرص اللي شالها ايوه طبعا بانت جدا انا كابتن تاني حاجة كابتن النهاردة الراجل ده بيلعب زي ما حدوكم انا بقى عشان بتكلم على محمد الشيناو النهاردة الراجل ده بيلعب نهاية اوروبا شريف ومتاخدش في القايمة بتاعت المنتخد صحيح اه بالزبط ما راحش منتخد بالجيك بص كابتن لا لا متاخدش بص كابتن ده موضوع ده موضوع بص هي دي بقى كابت اللي بتكلم فيها ايوه طبعا هي دي اللي بتكلم فيها اما كنا بنتكلم على مصطفى لا مصطفى ماشي كويس وقتا ما ييجي لشريف الفرصة بتاعته في ظهر المتحط يلعب خلاص بالزرط مدي ما تقللش من اي حاجة لا لا ما تقللش بس برضو عشان نزل على الموقع بتاعهم ان اللوني ده كان عنده انفلونزا ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا كانت عبانو عنده انفلونزا ايوه انفلونزا عشان ما ييجي